اشتركوا في القناة تشكيلة الاساسية بنسبة كبيرة نظرا لان الكوتش بالماضي ركز على الدفاع ووسط الميدان فالاكد انه لديه خطته واسبابه ولهذا سوف نعرض عليكم تشكيلتين مختلفتين في هذا الفيديو وبالتفصيل وشاركونا انتم ايضا ارائيكم في التعليقات اي تشكيلة اقرب للمشاركة والان اليكم التشكيلة المتوقعة الاولى حسب قناة التي من المتوقعة ان يدخل بها جمال بالماضي والمتالية حسب القائمة واللاعبين الموجدين والتي ستكون بنظام 4-3-3 في حراسة المرمى كالعادة رئيس وهب بن بولحي في الدفاع على الجهة اليسرى رامي بن سبعيني على الجهة اليمنى بنسبة كبيرة سيكون حسين بن عيادة لاعب نجم الساحل تونسي نظرا لما قدمه مع فريقه عكس يوسف عطال العائد من الاصابة مؤخرا اما فيما يخص قلب الدفاع فنجد عصاماندي بدون شك رغم قلة مشاركاته مع فريقه فيريال الاسباني وبجانبه جمال الدين بالعمري الذي دائما ما يشارك منتظام مع فريقه في الفترة الاخيرة واسترجاعه للياقته البدنية المعهودة لسخرة الدفاع بالعمري والان لوسط الميدان الذي سيتكون بنسبة كبيرة من اسماعيل بن ناصر العائد بقوة مع فريقه الايطالي ميلان ومدلل المنتخب الجديد رميز زروقي ايضا المتألق ايضا هو مع ناديه الهولندي وبرفقة هذا تنائي نجد سوفيان بن دبك المحارب والمميز والذي برهن على احقيته باستدعاء المدرب ووجوده في التشكيلة الاساسية للخضر اما فيما يخص الهجوم كالعادة على الجهة اليمنى رياض محرز القائد ويصف بليل الفنان والمبدع على الجهة اليسرى اما كرأس حرب فبعد غياب بغداد بن جاح لأول مرة عن القائمة منذ مجيء بالماضي وبعد عودة اسلام سيماني بقوة مع فريقه البرتغالي وبحكم خبرته فهو الاجدر والاحق بهذه المكانة كانت هذه التشكيلة المتوقعة الاولى والان اليكم التشكيلة المتوقعة التانية والتي ستكون بنظام 4-4-2 وهي التشكيلة التي من الممكن جدا ان يعتمد عليها جمال بالماضي وهذا لانه ما زالت مباراة عودة في الجزائر وان يغلق اللعب والحفاظ على العودة الى الجزائر باخف الاضرار في حراسة المرمى كالعادة رئيس وهب بلحي في الدفاع على الجهال يمنى حسين بن عيادة على الجهال يسرى رامي بن سبعيني في قلب الدفاع عيسى ماندي وجمال الدين بالعمري اما فيما يخص وسط الميدان سيكون مكون من عدلانك ديورا واسماعيل بن ناصر ورمي الزروقي وسوفيان بن دبك المعروف بنزعته الهجومية اما بالنسبة للهجوم فسيكون مكون من رياض محرز ويوسف بلايلي شاركونا ارائكم في التعليقات اي تشكيل اقرب للمشاركة وفي الاخير نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري والعودة بنتيجة ايجابية قبل مباراة العودة بيتشاكر وفي الاخير اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد